أكد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة رفض ميليشيا الحوثي لفتح الطرقات والمعابر في محافظة تعز وفقا لبنود الهدنة الإنسانية واستمرارها في تجنيد الأطفال وحشد المعدات العسكرية والأفراد إلى جبهات مأرب وتعز واستخدام المعونات الإنسانية لمجهودها الحربي والعدوان ضد اليمنيين وقال باصرة أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز أن الميليشيا الحوثية قوضت كل الجهود والمساعي الرامية إلى السلام ورفضت الالتزام بأي اتفاقات أو قرارات دولية وشدد باصرة على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني الذي أرهاقته الحرب الحوثية الظالمة ومساعدته على استعادة دولته القائمة على النظام والقانون والحرية والمواطنة المتساوية وتطرق باصرة إلى ما بذلته الشرعية من جهود لتحقيق السلام والتعاطي الإيجابي مع القرارات الدولية والمساعي والمبادرات الإقليمية ترجمة نانسي قنقر